ست اسمهان ياسبك انت كنت تقومي بالفحص الذاتي كنت تفحصي حالك قبل ما اكتشفتي انو عنديك سرطان الثدي لا ما كنت تفحصي لا ولا مرة ادائلك مع سرطان الثدي طريبا الي شي سن ونص ويعني شو اصعب مرحلة اتعطيها بهالسنة ونص اعملت العملية وعبكرة عندي اول جلسة علاج بس انو بتزعلي وبتبكي ويعني هيك اشياء بترجع بتقولي بدو قفع اجرية ايه بتقوي حالك بحالي ادي عم بتلاقي صعوبة كنت بالفترة الماضية اه يعني اسمعنا منيك واسمعنا من عدة سيدات انو مرات كانوا عم يضطروا يا يأجلوا العملية يا يأجلوا الدواء ايه مع وقت تكنت تروحي عالوزارة ما تلاقي ترجع تشتريع حسابك يرجع مثلا مثل الجمعيات ومثل الجمعية كامان حضرتكن يعني يساعدونا حتى تقدروا نأمن الدواء او نأمن دخول المستشفى للجلسة ادي خطرة تأخير ايه على المريضة انو تتأخر بعلاجها انو هنم يمشوا عبروتوكول يعني اذا بتقفف مرحلة اكيد حيتأثروا بعدين ما تنسى 3 سنين في كتير ناس مش بس ما تصوروا اللي كان عندهم علاج ما اخدوا العلاج مش بس ما قدروا فوتوا عم استشفى وعندك اجا الكوفيد يعني هلأ هلأ عم نشوف من بعد 3 سنين لا صارها 3 سنين على العالم عم ينشوف سرطان اكتر ادفانست عم نشوف اعمار اقل يعني ايه اكيد بأثر عليهم اذا ما قدر اتخذها اسمهان بأي معنويات رايحة على الجلسة بكرة بكل قوتي يعني الحمد لله ايه قوتيك عم تستمد ديع من حالك من ايمانك من عيلتك لا بايماني بالله سبحانه وتعالى وبقوتي يعني انا عم بقوي حالي بحولي وبقوتي كمان ومن الناس اللي حوالي كمان ايه اشتركوا في القناة